المزيد عن هذا التصعيد في مدن وبلدات الضفة الغربية مع فراس لطف من القدس تفضل فراس فضيلة قبل قليل انسحب الجيش الإسرائيلي من مدينة طول كرم ومخيمها بعد اشتباكات واقتحام دام لستة عشر ساعة تقريبا هذه الاقتحامات خلفت سبعة قتلى فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وإصابة عدد آخر إضافة إلى تدمير بنى تحتية وتجريف شوارع هناك بعد هذه العملية التي استمرت لهذا الوقت الطويل والغير مسبوق في منطقة طول كرم منذ بداية الأحداث منذ بداية الحرب ليرتفع عدد من قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية الحرب قبل تسعة وثلاثين يوما إلى مئة وستة وتسعين فلسطينيا بعد الإعلان عن مقتل أو عن وفاة أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية قبل ساعتين من الآن ليرتفع عدد الأسرى الذين توفوا بظروف غامضة إلى ثلاثة منذ بداية الحرب واثنان من منطقة قطاع غزة من العمال الذين تم اعتقالهم من الضفة الغربية بعد ترحيلهم إليها من قبل السلطات الإسرائيلية هذا يأتي في إطار استمرار حملة المداهمة والاعتقال التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية والتي يعتبرها حملات استباقية احترازية لمشتبه فيهم بتنفيذ عمليات أو أنهم يتخوفون من أنهم قد ينخرطوا في أعمال ضد أهداف إسرائيلية الفان وخمسمائة وستة وسبعين فلسطينيا اعتقلوا منذ بداية الحرب قبل تسعة وثلاثين يوما معظمهم تم تحويله إلى الاعتقال الإداري ستة أشهر وهذا يعني بأن لا تهم عليهم ولا محاكمة قد فتحت من أجلهم وإنما كما تقول السلطات الإسرائيلية بأنه ملف سري وهذه ضمن الأحكام العرفية التي يستخدمها الجانب الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بكل الأحوال كان هناك أيضا مقتل لفلسطيني في منطقة الخليل كان قد أطلقت عليه النار عند مدخل بيت عنون إلى الشمال الشرقي من مدينة الخليل وكان هناك أيضا مداهمات واعتقالات مشابهة في قلقيليا وفي كل مرة يدخل الجيش الإسرائيلي إلى هذه المناطق تندلع مواجهات واشتباكات وتكون فيها فتورة دم باهظة حقيقة فضيلة هذا الذي يجري دفع الرئاسة الفلسطينية ووزارة الخارجية إلى تكرار نداءاتها وبياناتها للولايات المتحدة الأمريكية بضرورة التدخل وضع حد لهذا الانحضار في الوضع الأمني في الضفة الغربية رغم أنه منذ بداية الحرب فضيلة فقط نذكر بأنه لم يحدث هناك أي حدث أمني استثنائي ضد أهداف إسرائيلية بل ما يقوم به الجيش الإسرائيلي هو ما يستفز الوضع في الضفة الغربية في مدنها ومخيماتها كما يقول الفلسطينيون شكرا لك في راس لطفي من القدس